تقول زوجي يطلبني للفراش يوميا وطلبت منه أن يكون يوم الخميس فقط وأنا متعبة من حمل البيت والأولاد هل علي ذنب؟ زوجها يطلبها للفراش يوميا وطلبت منه أن يكون يوم الخميس فقط الجماعة وأنا متعبة من حمل البيت والأولاد هل علي ذنب؟ إذا كانت المرأة تستطيع أجابة زوجها إذا دعاه للفراش وجبت عليه إجابته وإن تخلفت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل دعى امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح لعنتها الملائكة حتى تصبح أما إن كانت عاجزة عن الجماع أو ضعيفة لا تستطيع الجماع ترهق أو إلى غير ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها لا ضرر ولا ضرار والله أعلم